لو البداية كده محبط زي؟ جدا محبط صح؟ أه أكيد السعودية كانت قريبة حتى تونس كانت قريبة أكيد ليه؟ ليه بشكل عام؟ السعودية ليه دايما بنوصل لآخر نقطة كده ونبقى قريبين قوي ونتكلم دايما على الخروج المشرف عرف اللي مزود زعلنا على المنتخب السعودي هو اللي احتفالات بعد المباراة الأجنتين وزي ما كنت قلتلك مكنتش معا شوية نقل الحديث بتاع هيرفي رينار لأن علق التوقعات بتاعتنا طبعا الفوز على المنتخب الأجنتيني علق التوقعات على المنتخب السعودي أكيد وخصوصا كمان هو كان قريب جدا كمان مش بس التأهل لصدارة المجموعة المنتخب السعودي كان واجهه سوق حظ كبير جدا ابتداء من ركلة الجزاء الضيعة من سالم الدوسري مرورا بالإصابات إصابات تقتل أي فرقة في مقتل فعلا أخيرا بقى وده الأقل شوية يعني يعني كنسبة من الخروج هو تعامل إيرفي رينار في مباراة النهار إيرفي رينار تعامل في مباراة بولندا بعقلية كبيرة وإحنا حتى معدم مباراة بولندا كنا شايفين المنتخب السعودي كان ند بند مع المنتخب البولندي وكان في نفس الوقت بيضغط من قدام كان عنده المبادرة بشكل كبير شوية تفاصيل فرقت مع المنتخب السعودي على النقيد تماما في مباراة المكسيك تحس إنه هو إدى احترام زيادة شوية المنتخب المكسيكي فبالتالي شفنا إنه هو اعتمد على سلاسي دفاعي واعتمد على خطة مش مناسبة لقدرات المنتخب السعودي وخصوصا كمان القدرات الهجومية وفيه علامات استفهام على عدم الاعتماد على العيبة مع الإصابات اللي شفناها في المنتخب السعودي من أول مباراة اللي هي أكيد كان أبرزها سلمان الفرج وياسر الشهراني ياسر الشهراني اتجرب مكانه محمد البريك في مباراة بولندا وما ظهرش بالشكل الأمثل وما حررش سلم الدوسري وبالتالي المنتخب السعودي خسر نص قوته في عدم المسندة لسلم الدوسري خصوصا في الشوط الأول البريك تصاب فقرر الاعتماد على سعود اللي هو الباكي اليمين مكانه وما كانش مقادي بالشكل الأمثل في خطة بتعتمد بشكل أساسي على الأطراف سواء الطرف اليمين أو الطرف الشمال فللأسف ما شفناش منتخب السعودي ليه شكل هجومي وحتى كمان مع الاعتماد على سلاسي دفاعي كان فيه أخطاء متكررة من الدفاع السعودي ساعدها برضو إصابة البلاهي اللي هي يعني كملت أو زادت الطين بلا فظروف صعبة المنتخب السعودي تبرر الخروج ده بس وتقول أن المشروع بتعارفة رينار لازم يكمل مع شوية تعديلات طفيفة يعني بالنسبة لمنتخب السعودي سهل جدا بالنسبة لمنتخب السعودي إن هو يبقى مسيطر على القرى الأسيوية ويقدر إن هو ياخد كاس أسيا الجاية ويقدر إن هو مشاركاته قادمة في كاس العالم تبقى أفضل من كده ترجمة نانسي قنقر